الروماتيزم طبعاً هي كلمة الروماتيزم هي كلمة غريقية قديمة تعني الرشح أو السائل والمقصود فيها أنه استخدمت لأنه المفصل بينتفق بعبي مايفا تسمت بهالإسم الآن الروماتيزم هو جميع الأمراض البصيب المفاصل والعظام والأنسج الضامة في الجسم فهذا إذا صار فيه التهاب يعتبر الروماتيزم ولذلك يعني الروماتيزم أنواعه كثيرة أمراضه كثيرة فيعني صعب أن تحطيه بس بمسمى واحد فإلو مجموعة من الأمراض مجموعة من الأمراض حتى الطبي يخفف يسهل التشخيص ويوصل للعلاج بطريقة صحيحة قسم هذه الأمراض إلى ثلاث مجموعات مجموعة نسميها المجموعة غير الالتهابية أو الميكانيكية أو الرضية اللي بدك إياها بكون نتيجة هذا استعمال مفصل معين هذا المفصل مثلا واحد يستعمله أكثر من اللازم واحد تشنجت عضلاته عنده تشوه أو يرى فيه مرض مشهور جدا بهاي المجموعة ولو مرض التآكل أو اللي بسموه الخشونة أو اللي آخره اللي بيكون فيه الألم هذا الألم له صفة صفة هذا الألم بأنه هذا الألم يزداد بالحركة ويختفي بالراحة إذا استعملنا هذا المفصل بيصير الألم ما استعملناه بروح الألم فهذا النوع لكن النوع الآخر اللي حضرتك ذكرتي هو النوع الالتهابي النوع الالتهابي هو فيه كثير منه سببه فعلا خلل فيه جهاز المناعة لكن فيه أسباب أخرى غير الجهاز المناعة بيصيب هذا النوع هاي أعراضه تعاكس أعراض النوع الأول اللي بيكون فيه الألم من الغريب إنه الألم بيصير بالراحة بيصير بالليل لما المريض يتحرك بتحسن بالعكس الحركة عليه كويسة فبتعمد إنه يتحرك ويرافقه أعراض التهابية يعني ارتفاع بالحرارة إرهاق تعاب شهيلة الأكل قليل لأحيانا فقدان وزن هذا النوع الثالث بيبقى النوع الثالث اللي هو النوع الوظيفي اللي لا فيه هذا ولا هذا المريض بيشكو من أعراض عامة في كل جسمه هاي الألم بالليل وبنهار الصبح ومساء يعني وأشهر مرض في هاي المجموعة هو مرض الألم اللي في العضلي اللي هو في الحقيقة مرض كثير منتشر نعم طيب هل الروماتيزم يعني الإصابة فيه له علاقة بالجينات هل هو مرض وراثي أو كيف بنصاب فيه الجينات لا شك إنه الوراثي إله دور في بعض أمراض الروماتيزم الجينات ثابتة بأنها موجودة يعني رح أعطيك مثال مثلا فيه مرض في منطقتنا معروف اسم حمل بحل أبدو متوسط هذا معروف إنه مرض جينات ينتقل بالوراثة فيه مرض كثير كثير منتشر بتصيب الستات بعد عمر الخمسين بتصيب المفصل الخاصة المفصل الأخير أو اللي قبله هذا بكون تآكل بالمفصل اللي اسمه هب بردن فبصير هالعقد هاي هاي كمان ثبت إنها وراثة فيه مرض مثلا التهاب الفقار اللاسق موجودة في بعض العائلات ووجود جين اسمه بي 27 مهم فيه بعض الأمراض الأخرى بالنسبة للوراثة لا ما منعرف جينها ولكن مجرد وجود شخص في العيل عنده هذا المرض فبزيد احتمالات المرض في باقي بزيده إلى ثلاثة أو أكتر أضعاف منه اللي أضعاف لها الحكي تتهم أشياء ثانية بأسباب الأمراض المناعية أو الروماتزمية ممكن تكون البيئة ممكن تكون الهرمونات ممكن تكون الفيروسات ممكن تكون البكتيريا ممكن تستخدام بعض الأدوية شيء ثابت مئة بالمئة ما فيه لحد الآن من الناحية ليش بتصير هالخلل بجهاز المناعة جهاز المناعة في جسمنا مسخر مرسوم وبرمج إنه كل خلايا المناعة الجسم تعرف نفسها ليش في لحظة من اللحظات هاي الخلية بتبطل تتعرف على الجسم وتهاجمه هي غير معروفة الوراة قد تكون لها دور المناعة قد يكون لها دور والعوامل البيئية قد يكون لها دور نعم طيب دكتور إذا بننا نحكي عن كيف بتم تشخيصها يعني في ممكن أمراض تانية متشابهة به هاي الأعراض فكيف إحنا بتم الأطباء بشخص هذه الإصابة وبإنه هذا المريض مصاب بهذا المرض التشخيص في أمراض الروماتيزم في بعض أنواعه مش سهل لأن في أمراض الروماتيزم تختلف عن باقي التخصصات الأخرى يعني إذا بتقولي لي والله بدي أشخص مريض عنده سكر يبقى في حصلة السكر لكن في أمراض الروماتيزم ما في فحص معين نقول إذا عملنا الفحص فعنده المريض ولذلك حنا نعتمد على القصة المرضية أولا قصة المرضية كثير بتساعدنا زي ما حكيت بالأول هل الألم بزيد بالراحة ولا بالحركة بالليل ولا بالنار عند المريض فيه أعراض جهازية فيه حرارة فيه تعب عام فيه إلى أخير أي مفاصل انصابت وأي مفاصل ما انصابت ففيه كل نوع من أنواع الروماتيزم منلاحظ أنه فيه المرض بتصيب بعض المفاصل ويترك مفاصل أخرى يعني أعطيك مثال على مرض زي الروماتويد الروماتويد بتصيب الإيد كلها ولكن ما بتصيب المفاصل الأخير مثلا فإذا شفنا المفاصل الأخير مصاب نستبعده الروماتويد هل المفاصل اللي أصيبت هي مفاصل متناظرة بمعنى أنها موجودة على اليمين واليسار لأن فيه أمراض تعمل هيك وفيه أمراض بالعكس عادة غير متناظرة ثم الأسئلة الجهازية أختي لا لا الأمراض الروماتيزم ما أعتقد من شعر الرأس إلى أطفل القدم إلا لها ارتباط فيها يعني مثلا إذا مريض عنده التهاب مفاصل وبعدين فيه عنده أمراض جلدية قد يكون ذيب حمراء قد يكون مرض الصدفية الفم مثلا جفافة ممكن مرض جوغرين التقارحات بالفم ممكن مرض بهجة القلب الرأة المجال طويل في الحديث ثم الفحص السريري مهم جدا نعرف شو المفاصل المصابة وكيف طبيعتها وأخيرا نحن نستعين بالأشعة والمختبرات اللي حدث فيها تطورات كبيرة بتساعدنا في التشخيص نعم يعني أكيد هذا الموضوع وهذا الألم ممكن يأثر على حياة الأشخاص والأفراد ويحد من يمكن الالتزامات اللي بتكون موجودة عندهم أو الممارسات الحياتية اللي موجودة عندهم فاليوم كيف الطب قدر أنه يساعدهم يكملوا إيش أحدث التكنولوجيا اللي صارت الداخلة أو العلاجات اللي موجودة اللي عم بتساعد المرضى يعني الحقيقة إذا بد أن نحكي بنقول هذا عصر مميز في تاريخ البشرية في علاج أمراض الروماتيزم لأنه إحدى حدث نقلات كبيرة في علاج الروماتيزم خاصة بعد عام الألفين بدخول مجموعات كبيرة من العلاجات اللي سمناها العلاجات البيولوجية أولا في ثلاث نقاط مهمة صارت في علاج الروماتيزم النقطة الأولى يجب أن نشخص تشخيص مبكر المريض لازم يتحول لدكتور الروماتيزم ونشخص في أسرع وقت نعم عند هاي النقطة بدي أتوقف دكتور شو الأعمار اللي بنصاب فيها بالروماتيزم والله يا ستة الأعمار ما فيه عمر زي ما بقولوه منيع على الروماتيزم في عنا روماتيزم الأطفال في عنا روماتيزم بصيب الكبار لكن للسوء الحظ إنه الأمراض المناعية تحدث في معظمها في العمر المتوسط أي العمر اللي بيكون فيه الشب أو البنت بدتم يبنوا أسره بدتم يبدوا بحياتهم الاجتماعية بدتم يفكروا بالزواج بدتم يفكروا في الوضع الاقتصادي فبيجيهم هذا المرض إذا ما تعالج صاح ممكن يأثر على كل نظام حياته نعم نكمل بباقي العلاجات نعم فأحنا قلنا إنه التشخيص المبكر مهم جدا جدا لأنه ثبت إنه من شخصه تشخيص مبكر فالاستجابة للعلاج كثير أحسن ثم أنه ما عدنا نعالج بالطريقة القديمة إنه إحنا والله بدنا نسيطر شوي على الأعراض صرنا نستخدم نظام اسمه العلاج حتى الهدف والعلاج حتى الهدف هو السيطرة التامة على المرض لأنه هذا برجي حياة المريض إلى حياة طبيعية ثم إنه بمنع الخراب والتشوهات اللي ممكن تحدث نتيجة المرض وأخيراً ما نحكي عن الأدوية اللي استخدم حالياً إحنا الآن عندنا أسلحة كثيرة ممكن نهاجم فيها المرض ونوقف نشاطه وتطوره وهاي معظمها علاجات بيولوجية إنه الآن العشرات من العلاجات البيولوجية اللي أثبتت إنها تستطيع أن تسيطر على نشاط المرض والأهم والأهم أنها تمنع الخراب والتشوهات على المدى البعيد نعم إذن شكراً لوجودك معنا دكتور شكراً على يعني هاي العلاجات بتعطي أمل للمريض بأنه إحنا قدرين إننا نسيطر على هذا المرض وما رح يتفاقم يمكن وضعنا إلى الأكثر شكراً لوجودك معنا دكتور جريس أداود أخصائي روماتيزم ومفاصل أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بك أهلاً بك